موسيقى رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ودايما بنقول وبنكرر وبنأكد على أن فكرة أنه حد ياخد دواء من غير ما يرجع للدكتور أو للطبيب اللي بيعالجه لأن دي ممكن تعرضنا لمشاكل صحية إحنا في غنى تماما عنها النهاردة الحقيقة هنتكلم في موضوع مهم جدا مرتبط بالمناشطات الجنسية وإن إحنا إزاي ما ينفعش ناخدها بدون وصفة طبية هيكون معانا ضيفنا العزيز النهاردة الدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية الطب أسر العيني زميل الجامعية الأوروبية للصحة الجنسية واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي أهلا وسهلا يا فاندت إزاي حضرتك سعيدة بوجودي مع حضرتك النهاردة موضوع منتشر جدا ويمكن منتشر بين الشباب وبين مختلف الأمار السنية ولكن بنصائح فردية مش شرط تكون نصيحة طبيب فالأول حابة أعرف من حضرتك النسبة اللي بتشوفها من تعاطي المنشطات في مصر في الفترة دي حيات كنت يتويج من ثانية فاتت أنه أحيانا بتبقى مش تحت إشراف طبي لا هو 90% مش تحت إشراف طبي أو حتى سيدالي جنب البيت والحكاية دي الحقيقة عمل لنا مشكلة أن إحنا ممكن تصل نسبة اللي بيتعاطوا منشطات جنسية أكتر من 60% من الرجال بيتعاطوا منشطات جنسية سواء لداعي أو بدون داعي حياتك ممكن يكونوا مش محتاجينها؟ لا أنا عايز أقولك يمكن نصهم مش محتاجينها ياه وده من باب التقليد ولا من باب؟ هي المشكلة أنه في جزء كبير من الموضوع هو من حب التقليد كلام بيتقال معلومات مغلوطة بتتسامع أو بتتقري عن نات بتخلي الواحد يبقى عنده زي فضول طب ليه ما جربش ليه ما شوفش المشكلة أنه بعد شوية الموضوع بيتحول لبقى التعادة وصعب أنك تبطلها احنا بنشوف كل يوم عندنا ناس في عشريناتهم تلاتيناتهم بياخدوا منشطات جنسية وبيجلنا بعد فترة لما يحسوا أنه بقوا ده خروف مشكلة كبيرة المشكلة حياتك بتقولها دي مشكلة أنهم اتعاودوا عليها ولا مشاكل صحية بقى ممكن ضرر نقطة دي نقطة كويسة يعني دايما بنتسئل السؤال ده يا دكتور أنا بأخذ منشطات جنسية هل دي ممكن تعملي مشكلة؟ والإجابة لا هي مش هتعملك مشكلة بس هو تأثير المنشطات حاجتين بالطريقة اللي اللي بنكلم عليها دي أنها بتتاخد بدون إشراف طبي تأثير على مستويين المستوى الأولي مستوى نفسي احنا عندنا مجموعتين من الأسباب الرئيسية للضعف الجنسي في جزء كبير نفسي أو نفسي وتجزء ثاني أو عضوي على مستوى السيكوجيني المريض لما بيبدأ ياخد المنشط ده بيصل لمرحلة بعد شوية من الديبندنسي يعني هو خلاص مبقاش من غيره مبقاش عنده جرأة بالضبط مبقاش عنده جرأة أنه يقدم على العلاقة بدون ما ياخد المنشط فده بيخليه عند مرحلة معينة لما يبدأ بقى يحاول طب ما أنا ممكن ما أخدوش يحس أنه فيه مشكلة بس هي نتجى عن حاجة نفسية أنه هو بقى متعود عليه لما يجلنا بقى يبدأ يشتكي من وجود ضعف فنبدأ نعمل فحوصاتنا ليه أنه هو عضويا سليم ومتعاود على الأدوية وبيخدها فممكن طرق بقى التدخل تبقى مختلفة هي أثرت عليه من ناحية نفسية مش من الناحية العضوية لكن لما نجي نتكلم أنه فيه دايما الجملة دي بنقولها على طول أنه في أحيان كتير الضعف الجنسي بيكون عرض لمرض يعني مش هو المرض هو أحد الأعراض بيكون ألأ مثلا في شغل ألأ في حاجة أمرض عضوية مرضه ومش بس كده وهم عندي في العيادة بيشتكوا من ضعف الجنسي يعني ودي خطورة أنك بتاخد المنشط مباشرة من صديق أو زميل أو صيدالي من غير ما تسأل نفسك وأنا إيه اللي خلاني الوضع عندي يخلف أفكر في الموضوع ده فيه ناس كتيرة بيقولنا بعد ما يكون الوضع تفاق يعني بنتكلم أنك كان ممكن من الأول خالص لو أنت كشفت لو أنت زورت عشان هما ممكن يكونوا خدوها بناء على نصيحة وبعدين يقلقوا دلوقتي لا بالعكس يعني دائما بنتكلم في النقطة طبعا دي ملحوقة يعني دائما بيقولها ملحوقة بس تلحق دلوقتي لأنك أنت كل ما بتستنى احنا بنشوف ناس في عائداتنا بيقولنا دلوقتي والمريض دائما بيقولها وبنصفحها الوقتي يوجد شكل متكرر طب إيه أخطر الحاجات اللي حالك بتشوفها أعراض جانبية من استخدامها من غير إرشادات الدكتور هي يمكن أكتر حاجة لمرضى القلب والضغط يعني فيه مرضى قلب وضغط بيتعاطوا أدوية فيها مركب النيتريتز ومركب النيتريتز ده معروف أنه absolute contraindication ممنوع تماما أنه يتاخد مع مجموعة الأدوية المنشطة اللي هي فيها مادة سلدنافيل أو فردنافيل أو تدرفيل فيه ناس بتصل لمرحلة أنها ممكن ياخدوا أربعة قطير في المرة الوحدة وصعب يصلوا الربعمائة ميلي جرام من مادة السلدنافيل رغم أنهم بياخدوا أدوية فيها النيتريتز الناس هي بتعرض نفسها أنه ممكن يحصل لها هبوط حادفة دورة دموية قد يؤدي لقدر الله إلى وفاة فالناس مش قادرة تفهم أنه فكرة أنك أصلا تصل لمرحلة أنك بتعلي الجرعة بتعلي في الجرعة ده كان الأولى به أنك تلجأ لمتخصص تلجأ لطبيب يعرف العلا فين المشكلة فين ويعرف الحل لكن أنت كده مش بتحل وممكن كنا بندردش برضه مقابل الحلقة ممكن يكون الحلول مش أدوية عندنا حلول كتيرة لكل حالة ممكن إحنا كنا لاتلي في هولندا عندنا مؤتمر جميع الأوروبية للصحة الجنسية وسموا الوقت اللي احنا فيه era of the poor responders ممكن بسرعة كده نقول المنشطات الجنسية لما بدأت بدأت بأخرت السنة يعني الوقت أو التوقيت بتاع الناس اللي بطلت تستجيب على المنشطات الجنسية المنشطات بدأت سنة 98 عصر عدم الاستجابة عدم الاستجابة على المنشطات نتيجة الأبيوز زي محد بياخد مسكن ويتعود عليه فالمسكن مجرم مفعول فإحنا الوقت بعد 20 سنة بقى فيه قطاع كبير جدا من الرجال اللي كانوا بياخدوا المنشطات دي وبيجيب معهم نتيجة هائلة بأن 6 أو 7 سنين العدد بيقل بيقل كانوا بيستجيبوا فإحنا وصلين لمرحلة أنه بقت العلاجات دي مع قطاع كبير من الرجال ما بيجيبش نتيجة ومحتاجين نرجع تاني للطرق الكونفنشنال للقديمة اللي كنا بنعالج بيها اللي هي رجع تاني دلوقتي بقوة لأنه الناس نتيجة سوء استخدامها للاقوة خلاك حابب بتشرح لنا أو اللذي فعل طبعا طبعا بس أنا أحاب برضو أتكلم الأول على التشخيص لأن دي نقطة مهمة جدا يمكن المريض بيفتكر أنه أنا عندي ضعف جنسي يبقى أنا هاخد حباية يبقى كده خلاص الموضوع انتهى أو أني عندي ضعف جنسي خدت حباية ما جابتش نتيجة فكده خلاص لا دايما كل حاجة evidence based يعني أنا لازم الأول هشوف حضرتك المشكلة جات منين وإحنا عندنا زي ما كنت فأنا مجموعتين المجموعة النفسية ودي حلها أول ما نعملوا الفحوصات بيطلع طبيعي مش معناه بيقولوا أنت طبيعي ويمشي لأنه أنا كده ما ساعدتوش في حاجة لأنه هو مع نفسه هيرجع يقول أنا مش هقدر وهياخد الحباية جزء من العلاج جزء نفسي أو حتى مشاركة بيهيفير يعني إحنا سلوكي بالضبط مع بعض الأدوية لأنه هو مش هينفع فيهم وليه لا بعد ما قعد خمس سنين وبعد ما قعد عشر سنين بيأخذ أدوية قولوا لا أنت بقيت كويس مش هتأخذ أي حاجة وممكن تبقى مش الأدوية مش مناشطات ممكن تبقى أدوية إزالة الخلق مثلا يعني أدوية أخرى وحاجات مساعدة حاجات هرمون اللي بتساعد الهرمون الزكورة كلام من ده فده الشق الشق الثاني الجانب العضوي لازم أقيم فيه حاجتين واحد الدورة الدموية لأنه الانتصاب ده بنسمي يعني هو عبارة عن دورة دموية سرايان دم في الشرايين ورجوع عن طريق أوردة وأعصاب بتنظم وفي نفس الوقت هرمونات في بعض الناس عندها ممكن يكون الضعف الجنسي اللي عنده ده ناتج عن خلل هرموني مش قصور في دورة دموية ففي مجموعة حصاب بتتعامل بنقيم بيها الحاكتين دول بنقيم بيها الدورة الدموية ومنقيم بيها وضع الهرمونات وبيزد على اللي هنشوفه فيها أو برانة اللي هنشوفه فيها بنقدر نحاد التدخل للأنسب يمكن دايماً في مرضى بيجي يقولولنا طب أنا دكتور وصلت المرحلة أن المنشط الجنسي بيبانش معي أي حاجة هل ده كده معناه أنه خلاص لا إحنا عندنا ثلاث مجموعات رئيسية لعلاجات الضعف الجنسي تبدأ بالعلاجات الدوائية ويمكن دي برضو فرصة لنحنا نتكلم أنه العلاج الدوائي مش مقصود بي أبداً أنك تاخد مناشط الجنسي فقط العلاجات بتاعت الضعف الجنسي معناها أنك بتاخد أدوية بتمشي كلها في إطار واحد بتساعد آه في حاجات منها تبقى مستمع عن دماند أو عند اللزوم لكن حاجات تانية بتعالج بقى المشاكل أو الحاجات لحاجة وبتخلي اعتمادك على الدواء المباشر قبل الألاقة أقل بكتير تمام أوكي اللي هو ممكن يكون أكتر حاجة احنا خايفين تعمل ضرر اللي هو بس أنا برضو هستأذنك دكتور رانيا نتكلم في أنه المنشط في حد ذاته مش هيئزي هي الفكرة أنك أنت اعتمادك عليه نفسيا بيعملك مشاكل وعضويا ممكن يخليك تتغضى أنك تدور عن السبب اللي بعد شوية هيخلي المنشط ده ما يجيبش نتيجة ويكون سبب كبير برضو ما تكونش بتفعالج منه زي سكر زي ضغط فعلا بشكل يومي أنا بشوف في عياتي ناس بيكتشفوا إصابتهم بأمراض عندي ما بقى حاجة لأنه كان أول عرض للمرض ده هو إصابته بالضعف الجنس أوكي فإحنا بعد التشخيص بنبدأ بقى في مراحل العلاج تكلمنا على أول مرحلة اللي هي العلاج الدوائي بالحاجات اللي هم قلنا إنها مش بس منشط قبل علاقة لك عندنا تدخلات أخرى من التدخلات اللي بنسميها الحقن الموضعي أو ويمكن دي كانت الطريقة الكونفنشن اللي قبل مظهور المنشطات الجنسية والحياني فيه فرق كبير جدا بينها وبين المنشط الجنسي على كذا مستوى تتتعامل إمتى يا دكتور إحنا نسميها second step يعني دايما الأسأل إنك تاخد حباية يعني إنك تاخد حقنة لكن لو وصلنا لمرحلة إنه الحباية مش جايبة نتيجة لازم نبروسيد على مرحلة تانية اللي هي الحقن بسأس دي برضو بتبقى مفعولها على طول زي الحباية اللي بتتخذ لا دي بتبقى برضو على عند اللزوم عن دماند زي الحباية بس فيه فرق كبير جدا بينها وبين المنشط الجنسي المباشر واحد إحنا يمكن من أكتر الحاجات اللي بنسمحها في عياداتنا شكاوي من المنشطات الجنسية يعني ممكن نيجي مريض يقول أنا جاي معايا نتيجة هيلة بس الأثار الجانبية بتاعتها من صداع زغلالة إحمرار في الوجه وجع في الظهر الحاجات دي كلها يا دكتور بتخليني حتى لو أنا شايف نتيجة مش حابب ما بقاش مستم تعبير مش حابب استعملها فالحقن ملوش العرض ده الحاجة التانية احنا اتكلمنا عليها من شوية إنه المنشطات دي بتعمل بعض التعارض مع بعض أدوية القلب والضغط فبالتالي لو أنا مريض قلب أو ضغط وبأخذ هذه الأدوية أنا ممنوع علي إن يستخدم منشطات جنسية وحاجة تزيله حاجات بديلة الحقنة ده برضو ملوش أي تعارض والحاجة الأهم هو سرعة يمكن برضو معروف إنه إحنا لما الواحد بيأخذ منشط جنسي مش مفترض يبدأ في أي علاقة قبل مرور ساعة لأساعتين من أخذان المنشط ده مش نفس الوضع مع الحقنة الحقنة دي بتشتغل مباشرة بعد الحقنة لأنها بتاخد طبعا موضع ثم المجموعة الأخيرة اللي هي مجموعة التدخلات الجراحية ودي بنسميها ستاب ثري أو دي آخر حاجة خالص اللي هي إيه دكتور اللي هي حاجة بنسميها زرع دعمات الأضيب وزرع الدعمات دي دي مجموعتين طبعا حاجة بنسميها المارينة السامي صالد أو الهايدروليك المتحركة يعني إن إحنا وصلنا لمرحلة قطاع كبير من المرضى المصابين بالضعف الجنسي ما بقاش يجيب معهم نتيجة الأدوية العادية فارجعنا تاني للجراحات دي وهي بتشكل الحل النهائي والجازري والأخير اللي بيخلي المريض بعدها مش محتاجة ودي سهلة ما بتاخدش وقت كتير يعني هي عملية يوم واحد المريض بيعملها وبيخرج في نفس اليوم ويبدأ استأنف علاقته بعدها بشهر ما فيش مشكلة خالص طبعا أنا هتطمن على الكرير بتاعي برضو لأن إحنا كريرنا مرتبط الصحة الإنجابية هل التناول أو الإفراط في تناول المنشطات دي من غير داعي أو من غير لازم هما بقى يحب أنه يبقى عنده أطفال هل هتأثر على أي حاجة في صحة الإنجابية عامة الحقيقة السؤال ده مهم جدا ليه لأنه إحنا للأسف الشديد دلوقتي بقى برضو زي ما فيه أبيوز أو سوء استخدام للمنشطات الجنسية العادية كمان بقى فيه سوء استخدام للهرمونات يعني بنسمع كتير في عادتنا المريد يقول أنا عدت على الصيدالي فالداني حقنة هرمون زكور إحنا كلنا بنعاني من حكاية عدت على الصيدالي والداني دواء والداني حقنة يا جماعة لو سمحتوا في الحاجات دي بالذات لو حضرتك مش قادر تلميبها بعدها كلها بلاش تديها للمريد المريد عنده ثقة كاملة في الصيدالي يعني أنا ما عنيش أي مشكلة في الكلام ده أيوة حلوة يشرح له الدواء وفايدته وكل حاجة في النقطة تحت النحية الإنجابية وما تعليش هرمون الزكورة الناس مش عارفة إن لو اتاخد لحد يعني بيبحث عن الإنجاب بيدور على إنجاب فأنت بتعرض قدرته الإنجابية دي الخطر شديد لأنه بيقدي في بعض الأحيان لو أنا المريد خصيته ضعيفة إنه ممكن التحليل ينزل صفر ببقى شي حيانات منوية خالص نتطر بقى نجعيكم ويتيجوا تعملولنا عيانات خصية فهي الفكرة إنه دايما حضرتك قاعدة واحدة عندك مشكلة لازم تدور على السبب بتاعها لازم تلجأ المتخصص فيها علاجك لنفسك أو علاج غير المتخصص ليك حتى لو قدى النتيجة دلوقتي هتبقى نتيجة نتيجة مرحلية وبعد شوية هتفقد هذه النتيجة وساقاتها يكون الوضع تفاقم يعني كتير قوي بقولهم في آياتي حيث لو كنت جد بدري شوية كان الوضع بقى أحسن كتير بدلا ما إحنا الوقت يعني محتاجين نخشه على مرحلة الأخيرة كان ممكن مع مرحلة أولا يعني حاجة تنصح الناس أنها تبتدي تفكر تزور الدكتور إمتى لما يلاقي إيه بصي فإنما إحنا الوقت للأسف إحنا يعني ممكن مش للأسف قوي بس إحنا انفتحنا جدا والناس بقت بتقرأ كتير وبتشوف كتير وللأسف مش دايماً اللي بيقرؤه أو بيشوفوه بيكون على حاجة موصفة فيه خصوصاً في المواضيع دي ممكن يكونوا عندهم شوية إحراج إنهم يحبوا يزوروا الدكتور بس إحنا بنقول الطب ما فيهوش أي إحراج ويمكن إحنا بنتكلم كتير وبنحاول نشجع الناس إن الموضوع خلاص إحنا البدت في 2018 يعني الموضوع بقى أسهل كتير إنك تتكلم إنك تسأل ففكرة إنك أنت تستقي معلوماتك من مصادر أغلبها للأسف شديد غير منصوق فيها ده مش هيقدي غير إن بعد شوية أنت هي تكون عندك أفكار كلها مغلوطة هتقدي إنك هتفكر بالموضوع بشكل غلط وتفضل مش عايز تكشف وفاكر إنك أنت ماشي صحة أو بتعالج نفسك وبعد شوية تلاقي إن الموضوع تفاقم جدا فنصيحتي دايما في الموضوع ده عندك مشكلة إلجأ لموت خصص في بعض الأحيان مش بعض الأحيان هل زي ما بنطلب من الناس دلوقتي تعمل تحاليل مع قبل الزواج هل يطلب برضو النصيحة قبل دخول في علاقة في الزواج ودي بالزبط كده إحنا يمكن أنا بتكلم دايما إن إحنا مش شغلتنا بس نعالج أمراض إحنا شغلتنا توعية بالذات في الجزئية بتاعاتي ما دي الحتة اللي عايز أعرف من حضرتك إزاي إزاي الشخص مش المريض بقى إزاي الشخص يدور على المعلومات الصح وياخد توعية سليمة منين إحنا عندنا يعني دايما الناس بتقول يحب أقرأ عن نتفة بقوله خلاص عندك موقعين ممكن تقرأ عليهم غير حاجاتنا أحنا الشخصية يعني أنا عندي صفحة بتاعتي على الفيسبوك صفحة دي كلها أغلبها معلومات بجوة نتكلم على الأمراض بنتكلم على توعية وعلى معلومات آخر حاجات في المؤتمرات وكده بالزبط كده أو لو أنت حابب تقرأ على مواقع عالمية عندنا حاجة اسمها الويب سايب بتاع المنظمة العالمية للصحة الجنسية أو المنظمة الأوروبية للصحة الجنسية يبقى حاجات موصوخ فيها موصوخ فيها وكلها مبنية على بحث ومبنية على دليل مش الجروبات اللي بيزوا نصيح لبعض للأسف الشديد ده إحنا بنشوف يعني في بعض المرضى كل أفكارهم عن هذه الجزئية بتيجي من المواقع دي وهي كلها أفكار مغلوطة تمام يعني برضو في ناس بيبقوا ده اللي أنا في الأول كنت بحاول أوضحه إحنا ممكن نكون كان عندنا معلومات غلط واستعملنا أدوية أو عدينا بمراحل وأرسمعنا بقى ده نهاردة اتفرجنا على الحلقة وسمعنا أن ده مش صح يبتدوا يعملوا إيه هل يروحوا الدكتور الأول ولا يبطلوا كل حاجة مرة واحدة يعني حاجة بتنصحه يغير العادة دي إزاي لو أنت شايف أنت عندك مشكلة فأنت لازم أول خطوة تعملها أنك تشوف متخصص أنا كل يوم في العيادة بيجي لي ناس مش بتقولي يا دكتور أنا مش مريض طبعا موارد أنا جاي أسأل وأنا بنبسط ديهم جدا جدا وبقوله إسأل لأنت عايزه كله وأنا هوضح لك كل حاجة فإحنا مش محتاجين نص اللي مرحلة أن يبقى فيه مشكلة في الجزئية بتاعتنا أو في مجال التخصصي كويس قوي أنك أنت حتى لو ما عندكش مشكلة بس لأن إحنا طبيعية مجتمعاتنا منغلقة شوية في النقطة دي فإنك لازم تسأل لازم تعرف ولو لقيت اللي قدامك مش بفرضك المصدر كله يبقى دور على المتخصص لأن في بعض الأحيان فالفكرة ما بيكلموا مع أصدقائهم فبقى أولى يكلم مع طبيبك وغليما صاحبك ده عنده نفس المشكلتك الفكرة أنه كل يوم بيجينا قطاع كبير بالناس اللي فاكرة أنه عندها المشكلة وهي ما عندهاش وبيفاجئوا أنه ما عندهمش وبيستغربوا أنه ما عندهمش رغم أنه هو لما نقوم بقى نتكلم بنريزنين كده وبالمنطق ونوريه لفحوصات العملها والتحاليل بيقتنع تماما أنه ما عندهش أي حاجة وبيتغير تماما طريق تتعامله مع الموضوع فهو الأساس دائما هو الرجوع للمتخصص هيفرق جدا معاك وفيه حاجات كتيرة أنت كنت ممكن تفهمها في التجاه تطلع في التجاه تاني خالص يعني ممكن تكون مش حاجة عضوية حاجة تلاقي حاجة نفسية فيش مشكلة خالر هل ساعتها بتنصحه أو ليك في فريق العمل بتاعك حد بتصق فيه أنه يكمل الجزء النفسي لو هو نفسي بحت إحنا جزء كبير من شغلتنا مش بس العلاج المرضي لكن حاجة بنسميها تاكس ثاربي والساكس ثاربي ده مش مجرد يعني أديله أدوية ده عبارة عن نصائح عبارة عن معلومات بنيديها للطرفين أنها دايما هل بتشرك الزوجة طبعا واحدة من قواعد الساكس ثاربي لازم للزوجة وللزوج مع بعض حتى لو هي ما عندهاش مشكلة وممكن هما يكونش عندهم مشكلة لكن مش فاهمين الطبيعي بضبط نشوفها تقريبا بشكل روتيني أو يومي ومجرد بنقعد مع الطرفين وبنقعد نشرح ونوعي ونقول معلومات الوضع بيفرق جدا معه تمام يبقى احنا عايزين أول حاجة نقدم نصيحة ان احنا عايزين نعالج المرض نفسه مش اللي احنا فاكرينه عرض حضرتك لو في دقيقة كده وجهت كلامك للمشاهد للراجل أو في أي عمر بخصوص المنشطات الجنسية نستعملها إمتى نبعد عنها إمتى ونستشير الطبيب أو في أي مرحلة يمكن يعني زي كده ملاحظة للموضوع الضعف الجنسي دائما بنقولها أنه مرض له حل يعني في كل الأحوال نتعم من الناس بالزبط الحاجة التانية أنه في أحيان كتير ما كانش كل الأحيان هو عرض لمرض حيث لازم تتتبع عشان نوصل للأساس بتاع المشكلة إيه الحاجة الأهم ودي نقطة الأهم فعلا استقي معلوماتك فقط من المصادر الموصوق فيها وما فيش أي مشكلة إحنا دلوقتي موجودين أنا وغير كتير أوي ممكن تلجأ وتعرف المعلومة الصحة تعرف المعلومة اللي عندك دي هي فعلا معلومة صحيحة أو لا وفيما يخص مناشطات الجنسية أكبر غلطة هتعملها في حق نفسك أنك تبدأ تاخدها بدون إشراف طبي بدون ما تعرف أنت أصلا مشكلتك إيه تمام حالك قلت حاجة أخيرة العرض هنعالج العرض علشان هو ممكن يكون هو لما يبدأ ياخد المنشط هو بيعالج العرض مش المرض تمام أنا بقى ألاقي كطبيبة برضو أن ممكن يكون ده بوابة تدخلنا على مرض كبير إحنا مكناش عارفينه فبالتالي بالعكس نبقى إحنا منفتحين أن أنا عندي مشكلة أروح أتكلم مع الدكتور علشان احتمال المشكلة دي تعرضني أن أنا أعالج مشكلة أكبر بكثير دكتور أحمد عادل حقيقة شرفتنا النهاردة وسعيدنا بوجودك معنا وسعيدنا أن يكون أهم حاجة هي التوعية اللي احنا بنحاول نعملها من خلال البرنامج ده شرفتنا وإن شاء الله نلتقي في مواضيع أخرى نعرف المجتمع حاجات يمكن ما نتكلمش فيها كتير لكن لو بالأسلوب العلمي الدقيق نعرف إيه الصح وإيه الغلط هنفيد إن شاء الله مجتمعنا حالك شرفتنا ونورتنا أشوفكم إن شاء الله بعد الفاصل في فقرة أخرى إن شاء الله تكون مفيدة لنا كلنا شكرا